معك ميدو أطلعنا على ما في جوابتك محترفين أو مدرب الوطني؟ مدرب الوطني شغل الشارع الجائري مدرب الوطني القادم لمشي يسألك الناس في الشارع أنا اللي تلاقني يقول لي ما ريوميا هذا هو سؤال من هو المدرب الجديد؟ من هو المدرب الجديد؟ سؤال أكثر تداولا في الجزائر هذه الأيام من هو المدرب الجديد؟ وأنا سؤال أكثر إحراجا كنت عاقل ذلك ما فهمت شبالك وليت ماشي عاقل لأنه بسبب ما حدث في كاسي فيقي حول النخب الوطني مدو لا أرسمح لي نفتح قوس لأنه أطيت لي الفرصة نفتح قوس نوجه كلمة بسيطة وبعدين نرجع لكم نتحدث عن المنتخب الوطني يا جماعة والله العظيم عبك سرنا في الجزائر الآن يا أنت مع بالماضي يا أنت ضد بالماضي الجماعة التي تدافع عن بالماضي وتقدسه لا تسمح لك أبدا بالحديث عن بالماضي والجماعة الأخرى التي شيطنت بالماضي وأسقطته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين لا تريد أن تعترف بإنجازته أنا أعتقد بأن هؤلاء خاطئون وهؤلاء خاطئون وعندما أقول خاطئ يعني فرق بين خاطئ ومخطئ مخطئ هو الذي لا يتعمد الخطئ بينما الخاطئ هو الذي يتعمد الخطئ جماعة تصفية الحسابات التي تحاول شيطانة المدرب الوطني وتحاول نزع الإنجازات التي حققها ليس هكذا وليس بهذه الطريقة تدار الأمور والجماعة الأخرى جماعة التقديس التي ترى فيه أب الكرة الجزائرية والمدرب الخارق الذي لم يأتي مثله والتي لم تلد الجزائر أيضا يا جماعة يبقى بالماضي مدرب مرة على المنتخب الوطني الجزائري لديه إيجابيات ولديه سلبيات وعندما تريد أن تكون الآن في المنطقة الوسطى وتريد أن تتحدث بهدوء وبروية وتقول يا جماعة المدرب جمال بالماضي مدرب نحترمه وهو مدرب كبير وجلب للجزائر كأس أمم إفريقيا وجلبه لهذه الكأس هو فوق رؤوسنا ومدرب وصل إلى 35 مباراة دون خسارة سلسلة محترمة جدا وضعت الجزائر بين أقوى الدول في كرة القدم يعني ما للرجل للرجل هذه الإنجازات حققها ويجب أن نعترف بها ويجب أن نشكره عليها لكن بعد ذلك الرجل أخفق في بطولات مصيرية أخفق في كأس أمم إفريقيا 2022 أخفق في تعاون نهايات كأس العالم وأخفق الآن في 2024 وأقصي من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا وخسر أمام موريطانيا عندما كانت تنقصه نقيتة واحدة فقط للتأهل حان وقت الرحيل الآن وصل إلى نقطة النهاية وحان وقت رحيلها أين المشكل؟ يعني لماذا نشيطن الناخب الوطني ولماذا نقدسه؟ لماذا لا نكون أمة وسطة؟ لماذا لا نتحدث عنه بخير في الفترة التي أهدى لنا فيها كأس أمم إفريقيا ووصل إلى 35 مباراة ونقول شكرا وكنت مدربا رائعا ويعطيك صحة وبرك الله فيك والآن نقول بأنك فشلت في هذه التحديات وألفاف اختارت أن تفك العقد معك عليك أيضا أن تعتذل الجماهير الجزائرية التي ساندتك في وقت مضى وأن تحمل حقائبك وترحل في هدوء وتترك أثرا طيبا يعني لا أدري يا عمار لماذا لا نكون أمة وسطة؟ والآن لما تأتي إلى الوسطية وتتحدث بهذه الطريقة لن راضون عن بالماضي يقولون لك نعطيك صحة معك حق ولا الذين يعني يسيئون لجمال بالماضي سيرضون عنه يعني ستصبح منبودا من الطرفين الجماعة هذه تقولك لا أن ترك مع الجماعة هذه والجماعة هذه تقولك لا أن ترك مع الجمال لا نحن مع المنتخب الوطني الجزائري ومع مصلحة المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب لا يزور بزوال الرجال يذهب بالماضي ويأتي مدرب آخر ويذهب ذاك المدرب ويأتي بعده مدرب آخر ومثلما ذهب بلومي وماجار وجاءت زيري وتصفاوت وصايم وذهب وجاء إبراهيمي وعمتر يحيا وسليماني ومحرس سيذهبون في يوم من الأيام وسيأتي غيرهم والجزائر بلد كبير وبلد عظيم والكرة الجزائرية ليست عاقرة وستبقى تنجب الكثير من اللاعبين الجزائريين يا جماعة والله أترجعكم قليل من التعقل قليل من الرؤية في معالجة الأحداث وفي الأخير وفي الأول هي مجرد لعبة هي مجرد كرة قدم صحيح أننا نعشقها صحيح أننا نحبها صحيح أننا نقدس المنتخب الوطني كمنتخب ولكن لا يجب تقديس الأشخاص ولا يجب أيضا شيطنة الأشخاص وإنكار إنجازاتهم علينا أن نتحل بنوع من الروح الرياضية وإن شاء الله المنتخب الوطني سيكون أفضل وإن شاء الله الناخب الوطني السابق جمال بالماضي سيجد فريقا أو سيجد منتخبا وسيخوض إن شاء الله تجربة أفضل ونتمنى له النجاح في تجاربه القادمة كما نتمنى النجاح للمنتخب الوطني الجزائري وفي الأخير نبقى كلنا جزائريون ولا أحد يستطيع أن يزايد على الطرف الآخر ولا أحد يستطيع أن يدعي حب الوطن أو حب المنتخب أكثر من غيره كلنا نمتلك تلك البطاقة الخضراء وكلنا أحفاد شهداء وكلنا نحب المنتخب ونحب هذه الأرض الطيبة فكفانا من هذه المزايدات تسمح لي ميدو تفضل قطعتك نعم لقدت محاضرة نعم نعم نحدي محاضرة ونحب المخريط نحن نحاضر كلها ما قلتها هو حقيقة نتمنى أن الناس برك تعرف بلين الناس عندها عائلات وعندها أولاد وعندها لأنه لحقنا الواحد درجة حتى بالمسلس بشخصية البعض ولا الحديث عنهم في مواقع التواصل الاجتماعي هذه هي كان شيئا في العالم شوف الجزائر وسائل تواصل الاجتماعي وساوت بين المنتقف والجاهل وبين الغبي والفاطن وكما سلاح ساوى بين الخواف بين الجبان والشجاعة والشجاعة عادي يا الله غالب نحن في جزائر نومو نحو لرزو سوسيو بس كنا عفرش تستعملوهم والله ولا تراجب شهات الأهلية العقلية لماذا لا يكون أمة منصفة لماذا لا يكون أمة وسط تتحدث عن الإيجابية تتحدث عن السلبي أنا لو كان زعمها جان دي بوفار باش دير كونت فرريز وشوف جاي لازم تراجب شهات الأهلية العقلية وشهات المستوى الدراسي ولا ما مشي أكسيسي بلاتون المهم نعود للناخب الوطني بشأن الناخب الوطني كان من المفروض في الأول تحت الجزائري أن يعلن عن الناخب الوطني يوم 15 يعني يوم أمس ضروف هذه هي مفاوضات تحدثنا لما كنا من الجانب الآخر حسنا في قلب الكان بأن المفاوضات ممكن أنها تنتهي قبل الخمسطاش ممكن أنها تروح ما بعد الخمسطاش مشات ما بعد الخمسطاش المعلومة لدي أن المفاوضات مع البرتغالي بيسيرو متقدمة ومتقدمة جدا بيسيرو يبدو الأقرب الآن منه نعم الآن هناك إسمين بيسيرو وبيتكوفيتش لكن أين اختفى كيروش؟ كيروش أبو بن شابير هو من يملك المعلومة حول كيروش نفضل نبقى في بيسيرو لأنني أملك المعلومات بعض من المعلومات حوله نخب الرئيس الاتحاد الجزائري تحدث مرتين حد الآن مع وكيل أعمال المدرب بيسيرو اللي هو تونسي تحدث معه مرتين حدث مرتين